نفتكر سوا لما اتفتح اول سفارة للكيان الصهيوني في نصر واتفتحت في مدان المساحة في الدقي قبل ما اتروح عند كوبري الجامعة ومدان المساحة بالذات انا زاك وطول عمره مكان حلو بس انا زاك كان لازال في بقايا الارستقراطية المصرية بتاعت قبل اه اصور جميلة طايمور جاشة اجوتا السيدات الارستقراط والاول ما تعلق العالم على مقر اول سفارة جنبهم في مدان المساحة فتحوا الشبابيك ورقعوا بالصدب البلدي ده مشهد مظبوط الله يرحمه استادات لما قرر يعمل الاتفاقات المصريين ما طبعوش مظبوط اي محاولة كانت يعني وعلى فكرة وعلى فكرة ايقن انه لن ترغم المصريين على التطبيع فيه اتفاق سلام دي قصة لكن انت عايزني ارغم المجتمع على التطبيع مش هيحصل كنت متفرج على مطش الاهل فيه حصل مناوشات في المدرجات فعرفت كده فالاهل كانوا بيهتفوا هتاف عشانهم بيهتفوا الفلسطين فحصل درباكة كده فالاهتف اللي قالوا ايه ده مش مطش عام فلسطين اهم ده هتاف جمهور الاهلي النهاردة يعني ايه يعني ايه ده ودول عهال صغيرة شباب صغير مسألة لان اسرائيل عدو واسرائيل مستبد وموضوع اخلاق كمان مش موضوع مش موضوع سياسة فيه موضوع ناس بيقهروا ناس بقالهم من سنة 48 ومن قبل 48 يعني بيعملوا مدابح وفي ارض مش ارضهم ده موضوع اخلاقي مش فكرة القضية لا انا بكلمك يعني طب الاديب والشاعر مراقب شديد الملاحظة دقيق الملاحظة دون ان يحاول هو الواحد ومخلوق كده ولان هو بيلاحظ المجتمع طول الوقت وربنا زرع جواه موهبة الماء في الشعر في القصة القصيرة في الرواية في المصرحية هو بيشوف في الناس كويس اوي العالي الزغيرين دول وعيال هنا مش للتسفيه ولا التدفيه اللي هم قدوا لدي فعلا العالي جابت دامني هين العالي ما شافتش حاجة لا ودول بيعملوا معارك بنوع تاني يعني غريبة العالي في مصر وفي العالم يعني زي مظهرات الطلاف يعني انا مثلا بنتي بتحكيلي على حاجة ان هي على تويتر مثلا فوجئت ان هي كانت فيه فترات سابقة قبل 7 اكتوبر كانت مع الهنود على تويتر فيه تحالفات ضد الرأس مالية ضد مش عارف ايه فبعد 7 اكتوبر الاسرائيليين استأجروا كمية هنود لترويج لوجهة النظر الاسرائيلية والهنود عفاريت في التكنولوجيا عفاريت يعني دول اعلى ناس في العالم يعني حتلاقه في مايكروسوفت هم نمرة واحد هم والباكستانيين والمصريين موجودين برضو والمصريين وأظنوا بتوع النرويج حاجة واليمنيين يعني برضو من الاحصائيات الغريبة يعني ان اليمنيين المتقدمين جدا في امريكا يعني فتخيل ان هم الاسرائيليين يروحوا يستأجروا الشباب الأنقية دول يدون فلوس عشان يرويجوا الرواية بتاعتهم الظالمة سردية عكسية بالزبط كده الشباب الصغير ده في الحاجات الكبيرة هتلاقيهم صوت مصر في المنصات دي وبفطرة نقية ومع الحق في أي حاجة مع الحق شباب مع الحق أنا بتناقش بتعلم منهم الأصغر مننا دول ببقى إيه طول الوقت يقولك إيه دول مش نافعين دول مش عارف إيه ودول مش عارف إيه وتحصر دول حيبقوا أحسن مننا الشباب الصغير حيبقوا أحسن مننا لأن مصر تستاهل أولا يعني إيه حيبقوا أحسن مننا بس ننتبه لمهاراتهم والخيالهم وما نتعاملش معهم على أنهم خطر على المجتمع هم مش خطر على المجتمع ولا خطر هم حيبقوا مختلفين معاك يعني أنت لو في السلطة حيبقوا معاك حتى لو أنت يختلف حتى لو أنت يعني أعدل خلق الله هنفضل مختلفين ما فيش حد عليه جماعة في الكوكب ولا في التاريخ ترجمة نانسي قنقر